بسم الله الرحمن الرحيم انت متعود على يوتيوب انك تشوف فيديو بيعرض لك طريقة من طرق اختراق الموبايل بيعرض لك تكنيك من التكنيكات وغالبا ما بنفع معاك بتيجي تطبقه على جهاز معين ما بيثبت ابدا طريقة الاختراق بتطلع old تطلع ثغرة قديمة جدا بيكون محتوى بهدف فقط وجود محتوى ولكن انك تشوف فيديو بيعرض لك مجال اختراق الموبايلات بالكامل فهذا شيء انت مش متعود عليه على يوتيوب واللي راح تشوفه بقناتنا اليوم تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو وتعال ننتقل مع بعض للمحتوى الحقيقي اللي لازم تشوفه على يوتيوب مع السلامة انت لما تسمع اسم شركة اي سي كاونسل اول شيء بيخطر في بالك شهادة سي اي اتش ولكن انك تعرف انه فيه كورس كامل عن الموبايل اثيكال هاكينج على اي سي كاونسل وفيه كورس اخر ماسترينج موبايل هاكينج ايضا على اي سي كاونسل على شركة موثوقة مثل هاي الشركة فهذا شيء غريب بالنسبة لك لانه كل السمعة بتروح لشهادات مثل السي اتش ال ال بي تي ال اي سي اس اي وغيرها على العموم انت لاجل تتعلم هذا المجال انت في البداية لايش بتحتاج انت ما بتقدر تدخل هاي الدورة مباشرة وخلاص يكون عندك يعني تعرف هاو هاكرز اتاك فونس موبايل ابليكيشنز كيف بعملوا كراكنج خلينا نحكي كيف بتحكموا في الموبايلات المخترقة مش بس هذا الكلام على اندرويد ولكن على اي او اس ايضا انت ما بتقدر تأخذ هاي الدورة مباشرة انت في البداية في اي سي كاونسل لازم تأخذ شهادة سي اي اتش وقبل ما تهاجمني اذا كنت انت شخص غير مبتدئ في هذا المجال وتحكي لي المهندس اسلام حجازي حك عن هاي الشهادة انها اختصارا لكانت ايفن هاك او شخص لا يستطيع الاختلاق فصدقني انا معاك انا جاي اليوم بالبداية اهدم لك شركة اي سي كاونسل واغلب الامور اللي بتعلمنا اياها لان هالشركة هاي بديش احكي اهدافها ربحية لانه اصلا كل الشركات في العالم الخاصة اهدافها ربحية هذا الكلام ما في مشاكل ولكن شركة اي سي كاونسل بتعطيك العلم بشكل متقطع جدا بهدف الضلق تدفع تخيل شهادة سي اتش اللي محتواها اصلا يعتبر مش اساسيات اساسيات الاساسيات في مجال الهاكينج واغلبها معلومات نظرية وصدقني اذا كنت انت معك سار هاي الشهادة فبسهولة يعني لا اذكر اي شخص تقدم لي سي اتش ورسب فيها الشهادة سهلة جدا بل ومحتواها تافه ولا يمكنك للعمل في السوق ولكن انت بحاجة لا تتعلم الاساسيات في البداية انا جاي اليوم افرجيك الخيار الخاطئ وبنفس الوقت جاي افهمك الخيار الصحيح تمام واشرح لك شرح مفصل وجيد جدا عن الموضوع سي اتش زي ما حكينا شهادة اساسيات هل يعقل انك تدفع على شهادة اساسيات من الف واربعمائة دولار او من الف دولار لالفين دولار هاي هي اسعار سي اتش لانك لما تشوف التفاصيل وتعمل انيكوير على الشهادة بمعلوماتك سي اتش برو ايليت عاملين لك مستوى لعادة الامتحان في لابز اللي بدك هي وانك تأخذ هذا الكلام يا عزيزي وتدفع هذا المبلغ الكبير عشان اساسيات في المجال فهذا الكلام خاطئ وخيار خاطئ جدا وحتى لو بعديها رحت ل ايضا رح يكون بدايتك خطأ ليس لاجل المحتوى ولكن لاجل الفلوس اللي دفعتها لانك لحد هون رح تكون دفعت الف وسبعمائة دولار تقريبا طيب استاذ سيف شو الخيار اللي عندك واكيد هذا الفيديو اعلاني رح احكي لك صديقي موضوع انه الفيديو اعلاني مش دائما الفيديو الاعلاني بضرك اي نعم انت متوقع الان اني افتح لك دورتنا دورة اختراق الجوال تمام اندرويد وآيو اس ولكن هذا الشيء لا يضرك انا اليوم بدي انفعك ورح اعطيك طريقة مجانية للتعلم مش دائما انا بدعوك لدفع ثمن الكورس لا تخيل في البداية انه هذا الكورس لسه ايضا في اللغة الانجليزية وقد تكون انت ما عندك خبرة في فهم اللغة الانجليزية ما عندك اصلا لغة لا تفهمها قد تكون المحتوى اللي في البداية رح تدفع عليه ثمن كبير جدا فلما تجيك دورة عربية تمام دورة عربية بالكامل ولكن اذا كان عندك لغة بتقدر تشتغل فيها باي مكان في العالم كمستشار امني للافراد هاي الدورة دورتنا دورة msbt من حب تحصل فيها شهادة معتمدة على مصطوى الاقليم والوطن العربي في نهايتها في اللغة العربية سعرها اقل بكثير سعرها 300 دولار وممكن نزيد السعر شوي اذا طلبتني اكون انا معك اثناء تدربك للدورة بحيث اكون مشرف معك التدريب عملي بالكامل ومش بس على اندرويد ولكن على اي او اس تدرب على هذا المجال رح تقولي استاذ سيف يعني انا بعد هاي الدورة او بعد ما اتعلم هذا المجال رح اكون قادر على اختلاق اي جهاز بدي اياه رح احكي لك هذا الكلام ايضا خطأ وهذا كلام جدا مغلوط انا نفسي مش بدربك على هذا المجال ولكن بحب احكي لك لا تبتعد عن النصب والنصابين اي شخص في العالم بحكي لك اني انا بعلمك تخترق اي جوال تريده مباشرة قل له انت شخص نصاب ومحتال ليش لانه فكر فيها لو في شخص عنده هاي القدرات ليش ما بنسمع انه جوال كريستيانو رونالدو تم اختراقه تم تسريب معلوماته جوال ميسي جوال عمرو دياب فكر في اي شخصية مشهورة مش هم اولى في الاختراق صحيح طب ليش وطبعا هذا نهيك عن انه قبل او جوجل بتدفع نص مليون دولار مليون دولار للي بيكتشف ثغرة وتمكنه من اختراق اي نظام من انظمتها تمام فهذا الشخص اللي قادر يحصل مية الف او نص مليون او مليون دولار من ثغرة خطيرة عنده ليش بدي يعلمك هذا الكلام مقابل مية ولا خمسين دولار فكر في هذا الكلام راح تقول لي طب شو طرق الاختراق اللي نتعلمها راح احكي لك راح اجاوبك بس في البداية خلينا نفهم الكورس بتألف بهذا الشكل وطبعا البيانات اللي هون انت قادر تعتمد عليها في البحث اللي خاص فيك عشان تتعلم مجانا تمام لانك ممكن تبحث على يوتيوب عن اسماء هذه الدروس وتتعلم هذا المجال مجانا راح تقول لي انت مجنون يعني انت بتبيع منتج بتفرجيني كيف نحصله مجانا بحكي لك لا يا صديقي بس انا بالنهاية صانع محتوى في المجال وظيفتي اعرض لك الطريق المدفوعة والطريق المجانية وسلبيات كل واحدة منهم السلبية الوحيدة للطريقة المدفوعة انك راح تدفع فلوس صحيح المبلغ رخيص صحيح المبلغ لا يقارن بالعلم اللي راح تأخذه ولكن بالنهاية المبلغ رخيص خلينا نفكر في البداية راح تأخذ اساسيات كالي لينيكس من تحميل من من اكثر من شيء مع بعض بعدين راح تبلش تتعلم ايش هو وكيف بتمر عملية الاختلاق ايش الامور اللي بتمر فيها في البداية بنفهم الاندرويد والايو اس وبعدين بنفهم خلينا نحكي كيف بتنعمل اللي بيتم الاختلاق من خلالها والتنينك سيرفيس او بمصطلح اخر الاختلاق الخارجي اللي هو الاختلاق خارج الشبكة اللي اغلبكم بيبحث عنه دائما الابكي بروسس كيف تستمع للكونيكشنز كيف خلينا نحكي تخلي تطبيق تبعك او البايلود تبعك موثوق بحيث لما الشخص ينزله ما ينزله على اساس انه بايلود لا ينزله على اساس انه برنامج ساعة برنامج مثلا بيعطيه خدمة معينة وانت تكون رابط البايلود فيه تمام وهنا اختلاق الجوال مباشرة الان نتعلم عن والجليبريكينج واكثر من هيك في محتوى شهادة أنا اخذتها طبعا هذا المحتوى درسته بنفسي ايضا وغيرها من المحتويات الاخرى وجمعت لك ياها بدورة واحدة بتتعلم كيف بتم تمام كيف تسوي بيدي اف بايلود للموبايل بغض النظر انه كان راح يشتغل على الانظمة الحالية ولا لا وكيف تعتمد على الثغرات الموجودة للعامة في الاختراق تمام ورح نعطيك بعض التسريبات الخاصة ببيانات فيسبوك اللي رح تساعدك في جمع المعلومات عن الجهاز المخترق وهاي معلومات سرية في العادة الان منيجي للسكشن الرابع اللي هو الايو اس هاكينج تمام احنا ايو اس منفرجيك ثلاث طرق في اختراق وطريقة بتنفع على جوالات ايفون القديمة طريقة بتنفع على انظمة ايباد وعلى الانظمة اللي معمول لها جيلي بريك تحديدا والطريقة الثالثة بتنفع على جميع الجوالات ولكن المستخدم لازم يدخل لرابط اختراق ايو اس ولكن عن طريق رابط وبتم تحديدا عن طريق اختراق الايو كلاود ومن ثم سحب الملفات تمام بعدين اكثر من طريقة اخرى للاختراق الويب هاكينج الويب براو اختراق البروزرات اختراق الجيميل واخر شي في عنا امتحان ففي هاي الدورة اصلا انت لو اخدتها بهاي الطريقة انت بتاخذ هذا المحتوى ولكن لو اخدتها مع اشرافي انا مباشرة يعني انك ممكن مش بس تروح لموقعنا لا تنزل لأسفل الفيديو هذا في الوصف تروح تتواصل معي عن طريق اي حساب من حساباتي في السوشيال ميديا رقمي في واتساب او تليجرام وتقول لي سيف انا بدي الدورة ولكن بدي اياها مع خدمة الحصص الخصوصية بحيث انا لو طلبت منك مزيد من الاساسيات وكنت مبتدئ بتعطيني اياها بتعطيني مصادر لها بتدربني عليها بنفسك لو مريت انا باي فيديو ما فهمته كويس او ما عرفت اطبقه وواجهت مشاكل تقنية بجهازي بقدر احجز معك حصة لايف بيني وبينك فقط يعني انا شخصيا بكون معاك بعيد لك شرح الدرس اللي بدك يا في الوقت اللي بتختاره تمام وبساعدك في موضوع الامتحان تابعنا وبساعدك في اكثر من شيء حتى بعد انتهاءك من الدورة غرضك او عملك بعد هاي الدورة ايش رح يكون رح تكون مستشار امن للأفراد بيجيك شخص شاكك انه هاتفه مخترق او هواتفه على الشبكة مخترقة تمام بتفحص له اياها اذا كان فيه اختراق بتتعلم كيف تأمن الجهاز تزيل للاختراق تمام كيف تكشفه بالكامل وكيف تتبع المخترق وغيرها من الامور الاخرى بتتعلمها فانت هون بتصير مستشار امني وهي وظيفة بتعطيك دخل جيد من الموضوع طبعا بامكانك تروح لموقعنا تستكشف الدورات الاخرى الدورات الاهم انا بشوفها من دورة اختراق الموبايل زي ودورة اختبار اختراق السيرفرات بتقدر تشتغل وقتها كموظف مع البنوك او مع الشركات او مع الجامعات او بعمل حر كابنتريشن تستر اه صائد ثغرات في المواقع نفس طريقة اختبار اختراق السيرفرات ولكن على مستوى الويب ابليكيشنز او المواقع نفسها تمام بحيث تكتشف ثغرات في المواقع وتحصل مكافآت مالية مقابل هاي الثغرات دورة جمع المعلومات نفس الشيء بتخليك مستشار امني للافراد ولكن هون على مستوى حسابات التواصل الاجتماعي وبتعرف ان خلالها كيف تجمع معلومات عن المخترقين وتتبعهم وفي بعض الحالات تخترقهم ايضا تمام بتقدر تشوف الدورات تتواصل معي انا بنصحك لتستفيد من خصومات رمضان راح تقولي استاذ سيف بس لهون الفيديو راح احكي لك انت الان اخدت السر الخاص فيك يعني لو رحت لكويركلوم وشفت التفاصيل اللي موجودة هون وبحثت عنها بتقدر تتعلمها ولكن السلبية الوحيدة انك راح تاخذ وقت اطول لانك بتبحث على يوتيوب بمصادر عشوائية ثانيا ممكن بعض الفيديوهات اللي انت راح تبحث عنها ما تلاقيهاش على يوتيوب لانه يوتيوب او غالبية فيديوهات الاختراق اللي انت بتدور عليها يوتيوب بتحذف قنوات الاشخاص اللي بنشر هاي الفيديوهات لهيك صعب تلاقيها على يوتيوب ممكن تلاقيها بالمحتوى الاجنبي فاذا عندك مشكلة باللغة الانجليزية فهون راح نرجع لنفس مشكلتك مع سي اي اتش فانت اختار خيارك بالنهاية بتمنى ان اتكلمت عن الموضوع بشكل جيد وما بده تفاصيل اكثر منك كان معكم سيف مخارزة مع السلامة